وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واحد لبنتك تسهول أنها عند 14 سنة تقول وبدتك تخطر معا شيء ذري إلى درجة أنهم وصلوا إلى درجة إعطاء العهد بالزواج وهي تقول وعدته بش نتزوج به ويتزوج بيه فشذا بصبحت في 16 سنة جاه هو بشي خاطبني عند بابا الوليد لا يريد تقول باباها لا يريد قال لي هذا ما يليق لك وما يصلح لك وإذا قلت لي أنه لا يفتح عليك باباها ستتبرى منها إلى تزوجته به وربما المحيط من العائلة كلها مع الأب بمعنى أن هذا الرجل لا يخدم لها وما يصلح لها هذا لا تقول نخ سنين وانا وعدته بالزواج لجواب البنته أن هذا الخطأ بعد روح قد وقعته في الخطأ لا أنت ولا هو سكوم تتوب الله عز وجل من ذيك المعاصية اللي فشوقعته هذه الصحبة اللي هي غير شرعية وأكيد أنها ستكتنفها بعد المخالفات الشرعية أكيد 200% سكوم تتوب الله سبحانه وتعالى أما شخصك تديري ترجعي للدارك هذاك سيد يقول لي الله يفتح علينا وعليك أنا أبغيتك وأنت أبغيتني ولكن الولد ديري هو أولا بك لأنه هو اللي يصلح هو اللي يعرف أشنو كي يصلح لي لأن البنت أنت باقي في الدمى دي لبك والرعاية دي لبك والمسؤولية دي لبك ربي تيقول لي أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نهرة وباقي في الحضن دي لبك ما يجوز لك باش تعطيش يعاهدش من عهد غادي تعطيه على عندك حق باش تعطي العهد وتعاهديه باش تزوجي به على أنت دي لرسك يلقع كين الزواج فما يجوز للإنسان للمرأة أن تزوج نفسها والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أي ممرأة أنكحت نفسها بغير إذن من وليها فهي باغية فهي زانية فنكاحها باطل 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 حدث آخر يعني من شروط يعني صحة الزواج الولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أنا أخاف باش تخسري البنية دي للك والآخرة دي للك إلى خرجت من المسؤولية دي لأب دي لك فالآب دي لك هو اللي تعرف أش نليق بك الزراسكو قولي لهدك السلام عليكم أنا أريد أن تزوج بك ولكن الوالد دي لك ما أبغاش لي باش تصلي درجة دي لباك تبرى منك إلا تزوجتي به مشكلة باك أدرى إلا كان بان فدك السيد بأنه أهلا للمسؤولية وأهلا للزواج فنعم وقعته في المشكلة وقعته في المشكلة مشكلة اللي فوش وقعته وهو هذا الخلوة وهو صحبة اللي درته غير شرعية فمن اللي جاب شيخ بك عند بك بك أدرى بحالك إلا كان هو غير ذك الرجل حيث هو ما تيصل ليش مشي على الاستقامة ما عنده خلق راما حقو لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقولي إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلو تكون ختنة في العديد وفساد كبير إلا كان بك رد هذاك من أجل ما عنده خصص في الدين ولا ما تيصل ليش وما عنده خلق ولا شافش حاجة أخرى الله أعلم بها روجو عليك أنك يتبع بك إلا ما كان بك وفقك بلا ما تزوجي به تخليه الضرك أقول عليك السيد تبقى على خير أضربي على تليفون دينه والله أعلم